تحتفل مملكة البحرين باليوم العالمي للدفاع المدني الموافق الأول من مارس من كل عام تحت شعار سلامة الإنسان بناء ونماء ويأتي الاحتفال تقديرا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود متواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على الارتقاء بمستويات الجاهزية وسرعة الاستجابة بشكل احترافي للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات ما يجعلها سدا منيعا في مختلف الظروف والأحوال وفي هذا الإطار تحتفل الإدارة العامة للدفاع المدني باليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من شهر مارس من كل عام تحت شعار سلامة الإنسان بناء ونماء تحتفل الإدارة العامة للدفاع المدني من كل عام باليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من مارس وذلك وفقاً لقرار منظمة الحماية المدنية تحت شعار سلامة الإنسان بناء ونماء طبعاً ذلك تكريماً وتغديراً للجهود التي تقوم فيها الإدارة العامة للدفاع المدني تواجدنا اليوم في مجمع الأفنيوز ولمدة خمسة أيام من خلال ركن خاص بالإدارة العامة للدفاع المدني احتوى هاي الركن على مجموعة من الأفلام التوعوية من ضمنها حلقة وعي كذلك تواجد ممثلين من كافة الإدارات بالإدارة العامة للدفاع المدني الذين يبرزون الخدمات التي تقدمها الإدارة طبعاً كذلك كان عندنا إدارة الشؤون الإدارية مثل في مكتب العلاقات العامة قامت بعرض لطفاية الحريق والتعريف الجمهور على أنواع طفاية الحريق وكيفية استخدامها إدارة العمليات قامت بعرض أبرز معدات السلامة المختصة في مجال البحث واللغوات كذلك إدارة الحماية والسلامة قدمت الخدمات الإلكترونية التي باستطاعت المواطنين والمغيمين أنهم يستفيدون من هذه الخدمات عبر البواب الإلكترونية مدرسة الدفاع المدني قامت بتقديم مجموعة من التدريبات على بعض المواضيع الخاصة بالإسعافات الأولية من خلال هاي الركن تم توزيع مجموعة من المطويات والكتيبات التوعوية لجميع فئات المجتمع توزيع الهدايا الرمزية بهذه المناسبة في إطار احتفالات الإدارة العامة للدفاع المدني تحرص مدرسة الدفاع المدني على تقديم الدورات التخصصية في الإسعافات الأولية وفي مكافحة الحريق والسلامة والأخلاء لجميع المواطنين والمغيمين والشركات والدوار الحكومية وذلك للحد من انتشار الحريق ونتمنى السلامة للجميع نحن كمكتب علاقات عامة دورنا توعية المواطنين والمغيمين بأمور المتعلقة في السلامة العامة وحثم على توفير أدوات السلامة العامة عندنا مثل طفايات الحريق نحن نقول لهم كيف طريقة استخدامها بطانية الحريق كواشف الدخان هذه الأدوات السلامة لازم أنهم يوفرونها للمحافظة على سلامتهم من الحوادث وعلى صعيد التوعية والتثقيف تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بجهود كبيرة لتنمية وتعزيز الوعي المجتمعي لوسائل السلامة الوقائية والحماية من المخاضر من خلال تنفيذ عدد كبير من الحملات التوعوية التي تستهدف جميع فئات المجتمع باستخدام كافة وسائل التواصل المختلفة للوصول إلى الحماية والسلامة العامة ترجمة نانسي قنقر